كامل أبو زيد ولد عام 1903 في مدينة حيفا ابتدأ حياته عاملاً في المراكب الشراعية ثم أصبح مالكاً ومديراً لعدة شركات في حيفا من بينها شركة البواخر الفلسطينية وكان عضواً في مجلس إدارة البنك العربي بالقدس وعضواً في إدارة شركة البناء العربية بحيفا توفي عام 1985 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر